موسيقى خلال منافسات الجولة الثانية من دوري الإسبانية حينما قاد فريقه إلى تحقيق التعادل في مباراته أمام رياس سيدار متصدر الليغة مؤقتا واسجل الظهر هدفي فريقه ليغانيس الذي كان متأخرا بتنائية نظيفة وهو ما مكنه من التواجد ضمن الكوكبة الدافي الدورية إلى جانب كل من ميسي وموراليس من ليفانتيا يشار إلى أن استبعاد روناريا بالظهر من قائمة منتخب تهميشه في العديد من المناسبات طرح تساؤلات عديدة خصوصا أنه ظل لمواسن يمارس بالدور الإسباني الممتاز بشكل رسمي رفقة فريقه ليفانتيا ولاسبالماس وليغانيس أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عشية الجمعة اختيار ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مصرحا للقاء الذي سيجمع أسود بالمنتخب المالاوية برسم الجولة الثانية من تصفية مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية القان 2019 وقررت الجامعة الكرة برمجة اللقاء يوم التاسع من شتنفير مقبلة انطلاقا من الساعة التاسعة مساءًا في أول ظهور للمجموعة بعد النصخة الـ 21 لنهائية كأس العالم روسيا 2018 ومن المرتقب أن يكشف هيرفي رونار مدريب الأسود عن قائمتها النهائية لمباراة مالاوية نهاية شعر غشة الجارية حيث من المرتقب تسجيل مجموعة من التغييرات بالترسال الأساسي للمنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر